السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اعجب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم الى هذا البرنامج الايماني الرباني في هذا اليوم الاغر اليوم المعظم المكرم يوم الجمعة ايها الاحباب الكرام نجدد الترحب بكم الى لقاء هذا اليوم المبارك ونخصصه للاجابة عن اشكال فقهي سبق وانطرحه احد المستمعين الكرام في حصة المساء في برنامج كلام طيب ولكن لم يدركنا الوقت لانه كان متأخر ووعدته بالاجابة في النهار في يوم الجمعة في هذا البرنامج الدين والحياة المتخصص في بياني الاحكام الشرعية وقضايا الفتاوى الدنيا هذا الاشكال هو هل القرآن الكريم حقا يبيح زواج القاصرات زواج القاصرات هل هذا متضمن في كتاب الله عز وجل هذا السائل الكريم قال بالحرف بانه لما يقرأ كتاب الله عز وجل يمر على آية كريمة وهي قوله تعالى واللائي لم يحبن واللائي لم يحبن فيشعر وكأن هذه الآية تخلق له بلبلة فكرية فهم منها بأن المقصود بها هما القاصرات الفتيات الصغيرات التي تزوجن وهن لم يحبن قال بالحرف إني أشعر بصداع في الدماغ وتشتت في الفكر وأريد جوابا مقنعا وسوف نقول له الجواب أخي الفاضل هذه المسألة جاءت في سياق قول الله عز وجل من سورة الطلاق قال ربنا عز وجل واللائي يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحبن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى فسياق الآيات جاءت في باب الحديث عن العدة وعن ذنب الحيض بالنسبة للنساء وبعض القراء لما يصلوا فعلا إلى قوله تعالى واللائي لم يحبن يقولون هذا إشكال فقهي ويفهمون بأنهن النساء القاصرات الصغيرات اللائي لم يبلغن الحلم بعد وأيضا أنهن لم يحب كيف يعقل أن فتاة تزوجت وهي صغيرة ولم تحب ثم طلقت ثم تؤمر بالعدة وتؤمر بأن تتربص بنفسها هذا قد يقع في في بعض الحيرة والشك فتعالوا أيها الأحباب الكرام نجيب أولا نريد أن نقرر بأن زواج القاصرات وزواج القاصرين هذا أمر كان مشاع في تاريخ البشرية فمن يقرأ تاريخ الأمم وتاريخ الحضرات وتاريخ التقافات سيجد بأن هذا الأمر كان شائعا في التاريخ البشري قديما والأسباب كثيرة إما أن يكون هناك الجهل بقضايا النفس البشرية وقضايا شؤون الاجتماع وإما أن يكون هناك عادات وتقاليد موروطة وإما أن يكون السبب هو الفقر والحاجة يدفع الأباء والأمهات لتزويج أبنائهم القاصرات أو بنتهم القاصرات وقد يكون أيضا سبب الحروب وسبب السبي الذي كان أيام زمان وقد يكون سبب هو المناخ والطقس لأن هناك بعض المناطق في العالم تعرف حرارة مفرطة والفتيات يبلغنا سريعا الفتاة تبلغ في تسع سنوات في عشر سنوات إحدى عشر سنة هذا معروف في التاريخ القديم بل وحتى في عصرنا هذا في عصرنا هذا هناك مجموعة من الدول التي تعاني من ظروف خاصة عندهم زواج القاصرات كبعض الدول في ملاطق نامية من أجزاء إفريقيا وأيضا في أمريكا اللاتينية وخصوصا في جنوب شرق أسيا في بنغلاديش ومجموعة من الدول لا دعني ذكر أسمائها عندهم زواج القاصرات أمر معمول به طبعا في عصرنا هذا ظهر ما يسمى مبدأ حقوق الإنسان وحينما تم الإعلان عن ميثاق حقوق الإنسان في المنتظم الدولي خصوصا في سنة 1948 صارت الأمم المتحدة تدافع وتطالب على إلغاء مثل غاده القوانين والعادات لأنها تضر بالإنسان وقضية المرأة على وجه الخصوص شهدت تحول كبير فالأمم المتحدة عندها أدرع ومن أقوى الأدرع هو الذراع المهتم بقضايا تحرير المرأة وحقوق المرأة وقد نظمت مؤتمرات عالمية وصدرت الآلاف من الوطائق والدوريات والقوانين كلها تمنع مثل هذا الإجراء فهل القرآن الكريم هو يتعارض مع ما جاء في القوانين الدولية وأيضا ما أقره المغرب نحن في بلدنا المغرب قرر في المدونة الجديدة التي صدرت سنة 2004 بأن السن القانوني للزواج الذي وضعه المشرع المغربي هو 18 سنة وهذا معروف في المادة 19 من مدونة الأسرة ويبقى المادة 20 التي تخول للقاضي أنه عنده سلطة تقديرية قد يزوج الفتاة عندها 16 سنة 17 سنة إلى رأى بأن وضعيتها النفسية والجسدية تتحمل الزواج فهذا هو المعمول في بلادنا لكن نعود إلى الآية الآية هل فعلا هي جاءت تتضمن الإباحة والإذن والإقرار بزواج القاصرات واللاء لم يحرن لابد لكي نفهم الآية لابد أن نرجع إلى أسباب النزول هذه قاعدة في تفسير النصوص الدنيا فكل آية من القرآن إذا وقع فيها إشكال لابد أن نرجع إلى أسباب النزول وأما في الأحاديث النبوية نرجع إلى أسباب الورود أسباب الورود لابد من هذه التقنية لأن هذه تعتبر إضاءات إضاءات على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإلا سوف نخبط خبط عشواء الأمر الثاني أن نفهم الآيات في سياقها وسباقها ولحاقها لا نجتزع الآية هكذا مباشرة من النص ونستشهد بها لابد أن تفهم في إطار السياق والسباق واللحاق ثم أن يفهم الجزئي في إطار الكلي لأن التشريع الإسلامي في القرآن والسنة متكامل نفهم الجزئي في إطار الكلي ثم أيضا نستحضر الظروف والملبسات التاريخية والاجتماعية التي كانت سائدة في ذلك الزمن ونرى هل يمكن أن نقوم بعملية التنزيل في أرض الواقع المعاصر وفق ما كان الوضع هناك لأنه إذا تغير الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي على عصرنا لا بد أن نراعي هذا هو الفقه الفقهاء يقومون بمراعاة أسباب الاختلاف ومراعاة الظروف والملبسات لأن الفقه والصناع ليس مجرد أن نأخذ نصا قرآنيا أو حديثا نبويا ثم نرمي به وبدلك قد يقع هناك بلبلة في الفهم وتشويش في الإدراك هذه الآية الكريمة قول الله جل جلاله في كتابه العزيزة واللاء يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاء لم يحب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن سبب النزول كما ذكر أبي بن كعب رضي الله عنه أبي بن كعب هذا من الحفظة حفظة القرآن الكريم وكان يهتم كثيرا بأسباب النزول وكان كل يحفظها حتى يعلم متى نزلت وكيف نزلت وفيما نزلت يروي بأنه لما نزلت عدة النساء لما كان الصحابة في المدينة المنورة وبدأت أحكام الشريعة تنزل لأنه في القرآن المكي لم يكن هناك أحكام شرعية في الفترة المكية لم تكن هناك عبادات ولا هناك بيان للحرام والحرام وإنما كان هناك بيان للعقيدة وبيان للإيمان والبعث واليوم الآخر وصدق نبوة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدلائل على وجود الله القرآن المكي كان وظيفته هو زرع الإيمان في القلوب لبناء المجتمع أما القرآن المدني فكان جله يتحدث عن الأحكام الشرعية وبيان الحلال والحرام فبعد أن هاجر المسلمون إلى المدينة ربنا تحدث عن عدة النساء وتحدث عن عدة المرأة المطلقة في سورة البقرة وتحدث أيضا عن المرأة المتوفة عنها زوجها فإمرأة مطلقة أو توفي عنها زوجها وأرادت أن تعتد ربنا ذكر بأن عدة هن أربعة أشهر وعشرة قال جل جلاله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة يعني المرأة مثلها الزوج ديالها عليها أن تبقى في العدة كم أربعة أشهر وعشرة أيام يعني 130 يوم بل أكثر من ذلك أربعة أشهر 170 يوم لماذا؟ طبعا لاستبراء الرحم لاستبراء الرحم ولحفظ ذكرى الزوج وهذه العدة هي تسمى بالإحداد يعني المرأة تحد عن نفسها كأنك تضرب حدودا عن ظروفها فهي تتجنب الملابس الجميلة وتتجنب التزين بالماكياج بنوع من الزينة لا تكتحل لا تستعمل الحناء لا تلبس لباس فيه ألوان مزركشة لا تمس الطيب طبعا تقتسل بالماء والصابون تتنظف تغير ملابسها لكن تحرص على أنها تبتعد عن أشكال التناعم الذي فيه بيان لجمالها وإظهار لأولوتتها وتمكت في بيتها أربعة أشهر وعشرة ولها أن تخرج لقضاء بعض الحوائش الضرورية كأن تذهب مثلا إلى إدارة من الإدارات أو إلى قضاء مصالح في مثلا في البونك مثلا أو في محكمة أو في أي مجال ثم تعود للضرورة لا مانع من ذلك فحينما نزلت هذه الصورة والذين يتوفون منكم ويدارون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة من هؤلاء المرأة المتوفة عنها زوجها أو المطلقة فالصحابة سألوا يا رسول الله سورة البقرة لما ذكرت هذه الآيات بقي الناس يتساءلون عن نساء أخريات من هن المرأة إذا كانت صغيرة أو إذا كانت كبيرة السن يائسة هارمة أو إذا كانت حامل فما حكم هؤلاء النساء بعض النساء لم يعرفن الآية المذكورة أولا خاصة بالمرأة العادية مرأة عند أربعين عام خمسين عام توفى زوجها هذا حكمها لكن ما حكم المرأة التي لم تحب ما عندها حيب أو المرأة التي كبرت وصارت مسمنة عند سبعين عام ثمانين عام هل هي أيضا تهتد أربعة أشهر وعشرة وما حكم المرأة التي هي حامل فهل ينطبق عليه نفس الحكم فنزل قول الله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى فهذه الآية تعالوا نتأمل فيها ربنا سوف يذكر ثلاث أصناف من النساء الصف الأول اللائي يئسن من المحيض من هن هم النساء المتقدمات في السم امرأة عندها ستين سنة سبعين سنة هذه دخلت إلى مرحلة يأس تسمى مرحلة اليأس ولكن هذا كلام هذه اللفظة تخدش الحياة والكرامة نقول إن خطعنا دم الحيض لنسميه سن اليأس وسن النضج فمرأة ولدت وأنجبت وتجاوزت المرحلة قد تبدأ بخمسة وأربعين في الغالب هناك نسوة قد يكون في الأربعين أو تمانية وتلاتين عندهم إن خطعوا الحيض مبكر وهناك من تستمر معها بعد الخمسين والسيدة هاجر والسيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم الخليل كان عمرها أنداك تمانين سنة فلما بشروها بالغلام ضحكت قال ابن عباس معنا ضحكت أي حاضت ربنا عز وجل أعطاها الحيض وعمرها تمانين سنة لما وضعت سيدنا إسماعيل فكان أبوهم إبراهيم يفرح ويقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإصحاق إن ربي لسميع الدعاء هذه معجزة وكرامات الأنبياء لكن نحن نتكلم عن عموم الناس الصنف الأول اللائي يأسنا من المحيض هنا النساء المتقدمات في السن فهؤلاء لا يعرفنا كم عدد العدة لأن العدة فيها ثلاث قرؤ ثلاث قرؤ يعني تحيض المرأة ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر تكون قد استكمت العدة هذه عدة المطلقة المرأة المطلقة لكن هذه ما عندها حيض لا ندري هل هي حاضت أم لم تحب فما هو حكمها جاءت الأية تقول فعدتهن ثلاثة أشهر إذا حصل لها الطلاق مثلا طلاق من زوجها فعدتها ثلاثة أشهر ثم قال الصنف الثاني واللائي يأسن من المحر من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحب واللائي لم يحب هذا هو الإشكال فهم فيه بعض الناس أن اللائي لم يحب هي المرأة الصغيرة هي الفتاة القاصر تزوجت وهي لم تحب وبالتالي طلقت فما حكمها وهي ما عندها حيض حكمها أيضا مثل المرأة اليائسة يعني أنها تمكت ثلاثة أشهر والصنف الثالث طبعا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن المرأة إذا كانت حامل فالعدة هي أن تضع الحمل لأن الحكمة من العدة هي استبراء الرحم فإذا وضعت حملها انتهت عدتها لكن تصوروا معي لو أن المرأة كانت حامل وزوجها مات بالأمس وهي وضعت بالغد هل يكون عدتها يوم أو يومين لا ذكر الفقهاء أنها تعتد بأبعد الأجلين بأبعد الأجلين فالحكمة أولا استبراء الرحيم وتانيا حفظ ذكرى الزوج نبقى في الإشكال وقوله تعالى واللاء لم يحرم الذي وقع فيه الكثير من أصحاب الشبهات الذين يتتبعون الآيات ويبحثون عن بعض القضايا فيها إشكال فيطعنون في الدين يطعنون في القرآن فقالوا إن القرآن الذي يتعبد به المسلمون إنه يكر زواج القاصرات بمفهوم هذه الآية لكن ما الذي جعل هؤلاء الأشخاص يحصرون معنى اللاء لم يحب في الصغيرات أي طبعا النساء أيام زمان في عهد النبوة كانوا يتزوجنا صغيرات ولكن هناك كان مناخ وكانت هناك طبيعة حارة تجعل الفتيات يكبرنا سريعا فالفتاة في العشر سنوات سارت امرأة ولكن ذلك كان قليل ومحدود وهو لا يعني أن اللاء لم يحبن خاص بهم فالآية تتحدث عن المرأة التي لم تحب قد تكون فعلا صغيرة وقد تكون أيضا كبيرة فهناك نساء بالغات ناضجات لكن لا يحب القرآن الكريم تكلم عن العموم لاحظوا أن القرآن غير خاص بالجزيرة العربية في فترة النبوة القرآن عام على كل البشر في كل زمان يعني في القارات الخمس الآيات تنطبق على من يعيش في بيئة حارة كالجزيرة العربية أو في منطقة باردة كالجنوب المتجمد شمال كل أرض المتجمد أو في أسيا أو أوروبا أو أمريكا أو في أي مقع من العالم فالقرآن الكريم عالمي ثم إنه إلى قيام الساعة فقد تكون هناك مرأة كبيرة لكنها لم تحب فالآية تشملها الآية تشملها كذلك قد يكون هناك نساء عندهن إضطرابات في الهرمونات ولا يحبن على الإطلاق فأيضا تنطبق عليهن الآية كم من مرأة كبيرة السن لكنها لم تحب عندها إضطرابات صحية أيضا قد يكون بعض النساء تأخر عنهن الحيد ربما قد بلغت 18 سنة ولم تحيد بعد عندها مشكل في الجانب الفيزيولوجي وإضطراب في الهرمونات أيضا تشملها الآية بالغة 20 سنة 25 سنة ولم تحيد بعد فأيضا لا يتشملها كذلك هناك صنف من النساء ربما قد لا يحبن أبدا وهذا الصنف موجود يكون شبيها بالرجال يسمون في كتب الفقه واللغة بالمرأة الضهياء المرأة الضهياء ما هي المرأة الضهياء؟ هي التي تضاهي الرجال هي مرأة في صفات أنوتا ولكن هي أصلا حقيقتها مثل الرجال الضهياء أيضا لا تحب فأيضا تشملها الآية واللائي لم يحبن أيضا نواكس أخر من النساء قد يكون عندهن عوارض فقد يكون عندها عارض نفسي هناك حل العقم هناك العقم البيولوجي وهناك العقم نفسي فقد يكون هذا العارض مانعا من نزول الحيض وقد يكون السبب أيضا المانع والعارض روحي مرأة عندها مس عندها جني عاشق عندها أم الصبيان قد يمنعها من الحيض فأيضا هذه تشملها الآية ثم إننا اليوم بالتقدم العلمي في مجال الطب لاحظنا أن هناك إمكانية إزالة الرحم هناك نساء عندهم سرطان في الرحم لا قدر الله يتم إما إزالة غشاء الرحم أو الرحم بكامله فالمرأة إذا ابتليت بإزالة الرحم صارت أيضا ينطبق عليها قول الله تعالى واللائي لم يحب إذن فلماذا نقصر هذه الآية فقط على الصغيرات ونطعن في الدين ونطعن في القرآن ونقول بأن القرآن يقر ويبيح أو يدعو إلى زواج القصرات بالعكس عموم الآيات القرآنية وأيضا في السنة النبوية تفيد تقييد هذا الحكم ما يسمى بزواج القصرات ففي سياق الآية ماذا قال ربنا عز وجل واللائي ياسن من المحيض من نسائكم من نسائكم كلمة نسائكم هذه فيها فيها معنى أن المرأة التي نتكلم عنها هي مرأة كاملة الأنوتة وكاملة الوعي نسائكم في السياق الآية يعني المرأة البالغة الناضجة واللائي لم يحم فالسياق واحد فربنا يتحدث عن عالم النساء وليس عالم الأطفال أو عالم القاصرات القرآن الكريم منزع عن كل ذلك لابد أن نفهم سياق الآية فمنذ الانطلاق ربنا يقول واللائي ياسن من المحيض من نسائكم ثم نجد في آية أخرى أيضا في سورة النساء ربنا يقول وابتلوا اليتام حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا آنستم منهم رشدا بمعنى أن هذه الفتاة ليست صغيرة ولا قاصرة وإنما هي راشدة فلص الأرآن يشير إلى علامة الرشد فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ثم إن المرأة الصغيرة إذا تزوجت ليس عندها استعداد نفسي ولا استعداد جسمي للزواج وهذا قد يلحق بها الضرر وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ضرر ولا ضرر هذه قاعدة عامة لا ضرر ولا ضرر فلا يمكن بنص الأدنين أن نطبق هذا الحكم زواج القصيرات كما ذكرنا إذا كان سائدا في الماضي فهو كان سائد في دول أخرى وفي عوانم أخرى لكن عنده ضوابط فكان العلماء والفقهاء المرأة التي لا تطيق لا تطيق الزواج لا يزوجونها وذلك تفاديا من الإحاق الدرر بها أيضا كانوا يفرقون بين الزواج والدخول أو بين الزواج والبناء فقد تتزوج الفتاة وهي الصغيرة لكن لا يبنى بها فقد تبقى معهم في البيت كان عادة هذا عادة أيام زمان قديما كانت فتاة عندها عشر سنوات إحدى عشر سنة إثنى عشر سنة تتزوج لكن لا يدخل بها لا يبنى بها تبقى وسط العائلة وسط الجماعة وكأنها تشعر بنوع من الارتياح ثم فيما بعد يتم يتم الدخول بها إذا احتملت الرجال وصلحت للوطع كما يقول الفقهاء هذا كان أيام زمان ونحن نعلم بأن الدين الإسلامي معروف بأنه مجموعة قضايا ربنا تركها بدون تفصيل تركها عامة لماذا؟ لأن المشرع العظيم في القرآن وفي السنة أراد أن تبقى هذه الأشياء بحسب ظروف المجتمعات فهناك مفاهيم مفاهيم تحتمل الصواب والخطأ تختلف من مجتمع لمجتمع وتختلف من بيئة لبيئة ومن عصر لعصر نحن في عصرنا هذا متفقون جميعا ونحن نعمل بمثاق الأمم المتحدة وبمثاق حقوق الإنسان اتفقنا جميعا بأن زواج القاصرات أقل من 18 سنة فيه ضرر كبير ويستثنى فقط لعنده 16 سنة القاضي الشرعي هو الذي يتحدث في الموضوع فالإسلام من معجزاته أنه تكلم عن كل الحالات لأنه صالح لكل زمن ومكان ربما كان هذا الأمر صالحا لزمان غير زماننا يعني قبل 15 قرنا كان سائدا وقد يصير أيضا في فترة زمانية أخرى صالحا مثل الرق مثلا كان أيام زمان وقد يعود مثل مثلا قضايا مختلفة مرتبطة تحديد سنة الزواج أو غيرها قد تكون في زمن مطلوبة وفي زمن مرفوضة بحسب وعي المجتمعات وبحسب تطور فكرهم العقلي والعاطفي وهذا من إعجاز القرآن الكريم وربنا قد وضع لنا أن إمام المسلمين ولي أمر المسلمين له أن يتدخل ليعمل ببعض النصوص أو بأن يوقفها وهذا معنى قوله تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم هناك نصوص في الدين ممكن أن نعمل بها ممكن أن نوقف العمل بها لماذا؟ ليس من باب التلاعب بالشريعة كلا وإنما بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعي والنفسية كما وقع لسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما أوقف نصوص مثل نزول العقاب بالصارق لأنه كانت أي مجاعة فقال المجاعة لا نطبق الحدود وكان يطبق قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم للصارق الذي جاء به من يسرقه قال ما علمته إذ كان جاهلاً وما أطعمته إذ كان جائعاً هناك نصوص ممكن نطبقها وممكن نوقفها وهذا كله يرجع إلى دكاء الفقهاء وسعة فهمهم واستعابهم نحن نقر بأن زواج القاصرات في عصرنا هذا طبعاً مرفوض وفيه أضرار كثيرة والسبب كما ذكرنا قد يكون هناك الفقر فالدول الفقيرة والمجتمعات الفقيرة تضطر إلى إلى أن تزوج بناتها فعوض أن نغير نصص القرآن نغير واقع الفقر هذا هو المطلوب نغير واقعنا الأوسط الفقيرة على الحكومات وعلى الدول وعلى مجتمع المدني يتدخل ويطالب برفع إقاع المستوى المعيشي حتى لا يضطر لعائلة الفقيرة أن تبيع بناتها بأبخص الأتمن قد يكون السبب كما ذكرنا هو العادات والتقاليد الموروطة فهناك الموروطة الاجتماعي والثقافي فعلينا أن نغيره في بعض الأوسط كيف ذلك عوض أن نغير نصص القرآن نغير واقعنا نرتفع به وهذه مسؤولية وسائل الإعلام مسؤولية رجال التقافة رجال الوعي والمصلحين الاجتماعيين وهو الارتقاء بالمستوى التقافي وتنوير العقول وتبلور الوعي المجتمعي حتى نتخلص من الموروط البالي من التقاليد والعادات التي لا قيمت لها أيضا الجهل الفكري عند بعض الأوساط لأنهم لا عم لهم بخطورة الزواج المبكر على نفسية الفتيات الصغيرات وهنا غير قادرة لتحمل هذه المسؤولية فعوض أن نغير نصوص القرآن نغير واقع الجهل الفكري بأن نطور مستوانا التعليمي بأن نعطي مبادئ حول الصحة الإنجابية بأن نطور هذه المفاهيم فبعض المغرضين عوض أن يغير الواقع المعيش المتردي يتهم القرآن والقرآن الكريم كلام رب العالمين منزة عن الخطأ ومنزة عن النقصان وفيه الكمال المطلق نحن جميعا ضد هذا الزواج الذي عنده قاصرات لأنه أثار سلبية الأثار النفسية على الفتيات فالفتاة محتاجة ويصغيرة أن تلعب وتلهو وتتعلم وإذا قمنا بتزوجها ويصغيرة نقول قد أدخلناها إلى دائرة الحرمان ولهذا نجد الكثير منهن يصبن بالاكتئاب ويصبن بالقلق الشديد ويصبن بالهلوس وبالمس الكثير منهن يصبن بالمس الشيطاني وهذا وسببهم وأيضا آتار اجتماعية وخيمة جدا فهذه الفتاة التي تحرم من التعليم المناسب وتحرم من التكوين المناسب كيف تربي أطفالها وكيف تربي أبناءها إذا أنجبت وهي أصلا فاقد الشيء لا يعطيه لهذا نقول أيها الأحباب الكرام وجوابا على السؤال الذي بدأنا بأول مرة هل القرآن الكريم يبيح زواج القاصرات لا القرآن الكريم يبيح الصواب ما كان صوابا في ظروف معينة وفي وضعية معينة وفي زمن معين وفي إطار الشماع معين فالقرآن الكريم معه وإذا تغير الوضع القرآن الكريم ضده وهذا هو الفقه الذي يقتحم القلوب بغير استئدان الفقه ليس عبارة عن سكة حديد تسير متوازيتين لا يمكن أن تنحرف بالعكس الفقه أخذ وعطاء ورد وتقدم وتراجع وكله يدخل في إطار المصلحة جلب المصلحة ودرء المفسدة من باب لا ضرر ولا ذرر فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يجعلنا من حماة الشريعة ومن الدعاة إلى المولى جل جلاله وأن يرزقنا حسن الفهم وفتح العارفين بالله اللهم أمين يا ربي يا كريم وتحية كبيرة لكل النساء لكل أخواتنا وبناتنا أتمنى لهن ونحن في الرابع عشر من فبراير في العادة يقولون إنه عيد الحب نحن لن نحتاج إلى إلى قصة من القصص لكي تأس الحب عيننا كل يوم الحب عيننا كل ساعة فالمؤمن والمؤمنون والمؤمنات يتحبون في الله ويتوالون في الله فأسأل الله تعالى أن يجعل لهم في كل وقت محبة ومودة وأهديهن باقة ورد وزركشة الألوان مختلفات تفوح عطرا شديا وعبقا شديا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة